دكتور محمود ذكرية هل تعتمد في تقييمك لما يدور في السودان من ناحية تقييم الوضع الحالي أو أفق ما قد يدور مستقبلا هل تعتمد على نفس النقاط التي اعتمد عليها السيد سماني عوض الله في البداية تحياتي الحضرة كوليل السادة المشاهدين وضيفك الكريم يعني في تقديري أنه المشهد السوداني يشهد تحولات جذرية يعني بعد أن عقدت المباحثات والمفاوضات بين طرفي الأزمة بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وهم أصفر عن تبني إعلان أو اتفاق جدة في الحادي عشر من مايو الماضي يمكن هذا الإعلان يعني يعتبر بمثابة بارقة أمل يعني يمثل محاولة لإلقاء حجر في المياه الراقدة لمحاولة تحريك ودفع مسيرة الأمور في اتجاه التهديئة البنود التي ورد الحديث عنها في إعلان جدة يعني تهدف إلى وقف لإطلاق النار يعني على الأقل في المدى المنظور أو في المدى القصير إتاحة ممرات آمنة للمدنيين لتقديم مختلف وسائل وسبل المساعدات الإغاسية والإنسانية إتاحة أيضا العمل أمام أو إفساح العمل أمام المنظمات الدولية والإقليمية الإغاسية لمساعدة المدنيين لا سيما في إطار مدينة الخرطوم كذلك مسألة الحفاظ على المؤسسات والمنظمات الصحية في السودان والكادر الطبي وكادر التمريد باعتبار أنهم القائمين على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين يعني هذه البنود التي ورد الحديث عنها يعني من قبل إعلان جدة أعتقد أنها يعني يجب أن نبني عليها فيما هو قادم من مباحثات التي بدأت اليوم في الجولة الثانية لأنه يعني أعتقد أن الجولة الثانية سوف تحمل يعني مزيد من الضوابط الخاصة بوضع إجراءات تنفيذية على الأرض لمسألة وقف إطلاق النيران رغم أن الحديث كان متشككا فيما تعلق بوقف إطلاق النار هو فقط للحفاظ على المنشآت ذات الاستخدام في قطاعات المياه والكهرباء والمستشفيات إلى آخره يعني صحيح يعني أعتقد أنه يعني الإعلان جدة كما ذكرت يعني هو يعني كان يهدف إلى يعني فرض التهدئة ولكن ليس من خلال أطراف ثالثة من خلال طرفي الأزمة بشكل مباشر لكن إعلان جدة بيعتمد في فعالياته على مسألة التطبيق والتنفيذ والالتزام الكامل من طرفي الأزمة بمخرجات هذا الإعلان يعني إحنا تابعنا منذ يعني ساعات قليلة بعد إعلان جدة وجود واستمرار مواجهات بين الطرفين وبالتالي هذا الأمر يعني يضع يعني دوائر استفهامية حول مدى توافر الإرادة السياسية الحقيقية لطرفي الأزمة هل هناك يعني نوايا حقيقية لوقف إطلاق الميران أنا أعتقد أن المباحثات والجولة الثانية من المباحثات عليها أن تركز بشكل كبير على الضوابط والإجراءات التنفيذية لمسألة وقف إطلاق النيران لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وأيضا يعني كما ذكرت حضرتك فيما يخص مسألة المرافق الأساسية من المياه والكهرباء والاتصالات وخدمة الإنترنت هذا يعني الأمر مسألة يعني غاية في الأهمية من المتوقع أو من المفترض أنه هذه الجولة الثانية تضع خارطة طريق خارطة طريق تتضمن على إجراءات وخطوات تنفيذية على الأرض لي ضمان تفعيل يعني مخرجات إعلان جدة كما جاء في المرحلة الأولى أتصور أن أنا في احتياج حقيقي لي يعني لجنة يعني دولية أو ربما إقليمية لمراقبة عملية وقف إطلاق النيران لأنه يعني هذه المسألة هي الضابط الرئيسي لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين كيف تراقب هذه اللجنة الدولية وقف إطلاق النار ولا توجد خضوط فاصلة هناك اختلاط بين القوات المتصارعة بين الدعم السريع وبين قوات الجيش وأن هناك إعلان مسبق كان قاطعا من الجيش بأنه إذا يدخل في عملية تفاوض تناقش الكثير من التفاصيل نعم يعني المسألة يعني بكل تأكيد تنطوي على يعني المزيد من الصعوبات الإجرائية يعني أو التنفيذية على الأرض ولكن أنا أعتقد أنه يعني هناك احتياج يعني وجود لجنة لمراقبة وقف إطلاق النيران ليس على مساحات محددة نحن نتحدث عن مدينة الخرطوم نتحدث عن وجود مواجهات مباشرة بين الطرفين في شوارع ومدينة الخرطوم اللي هي العاصمة السودانية هناك يعني استخدام للدروع البشرية من قبل قوات الدعم السريع نحن في احتياج إلى يعني فرض المزيد من الضوابط لضمان تنفيذ عملية وقف إطلاق النيران صحيح هناك صعوبات حقيقية على الأرض نتيجة للتداخل في مساحات وقواعد الاشتباك بين الطرفين ولكن هذا الأمر لا يمنع من ضرورة مناقشة الآليات التي تضمن عملية تنفيذ وقف إطلاق النيران في الفترة المقبلة شكرا